اختتم مؤتمر البحرين الافتراضية أعماله بعد ثماني جلسات امتدت على مدى يومين تحدث خلالها تسعة وثلاثون خبيرا من البحرين والمنطقة والعالم وتابعها نحو خمسمائة مشارك من دول مختلفة حول العالم وقد أوصل مشاركون في المؤتمر بتعميم تجربة مملكة البحرين ذات الصلة ببنية شبكة المعلومات والاتصالات المتقدمة وبموامة الحكومة الإلكترونية وتطبيقات الخدمات والدافع وغيرها على مستوى الإقليم بل والعالم مشيرين إلى أن هذه التجربة مكنت البحرين من اجتياز التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 وضمان مواصلة الأعمال والتعليم ومختلف جوانب الحياة العامة عن بعد وعرب المشاركون في ختام أعمال المؤتمر عن ارتياحهم إزاء التقدم الذي تحرزه البحرين في مجال التحول نحو الاقتصاد الرقمي وزيادة عدد الأنشطة الاقتصادية التي تستخدم المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا الرقبية كعوامل إنتاج رئيسية من خلال شبكة معلومات وبيانات حديثة تعتمد على فعالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كقوة دافعة لرفع الكفاءة وتجويد الخدمات الحكومية والهيكل الاقتصادي بشكل عام ونوها المشاركون بالنجاح الذي حققه المؤتمر في فتح المزيد من الآفاق أمام تطوير وطيرة الأداء في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والتجارة والأمن الإلكتروني اشتركوا في القناة